مرحبا يا رابع اليوم سوف نتحدث عن سؤال المذيل أو السؤال القصير سوف يكون في آخر الجملة بالإنجليش هذا الدرس حكينا عنه في المدرسة الدوام اليوم سوف أعطيكم مراجعة سريعة عنها مراجعة سريعة عنها طيب تعرفوا يا رابع تعرفوا عن تركيب خاص أو بنية خاصة طيب الإنجليزي هي عبارة عن statement يعني هناك جملة أو statement هذه وراءها ويأتي وراءها هذا يأتي عندي مني question بيجي عندي سؤال قصير مني question يعني سؤال قصير أوكي هذا ويوز يا رابع tag question why do we use the tag question ويوز that question to ask for confirmation أو they mean something like is that right يعني نتأكد من الشغلة أوكي يعني على الأغلب إنه you know the answer تمام بالعادة أنت تكون عارف الجواب بس أنت بدك confirmation بدك تأكيد من البني آدم اللي قدامك سواء شاء تتأكد من جوابه أو تتأكد من المعلومة ترجع بتسأله المني question هو هون وهذا منسميه tag question أوكي so tag question بيكون عندي هون statement followed by mini question بيتباعها mini question أو وحكينا إنه بيكون معنى is that right أو هل هذا صحيح أو do you agree هل أنت موافق وحكينا إنه we use tag question يا رابع to ask for confirmation حتى نأخد ال confirmation من حدا قدامنا اللي هو الموافقة sorry الموافقة من حدا قدامنا وبنا نعرف إنه tag questions is a type of questions that are very common in English هم عبارة عن أسئلة كثير متعارف عليها ويعني كثير بيستعملوها باللغة الإنجليزية التاقي questions لكم تعرفوا إنه يفق لها شكلين أوكي أول شكل يا رابع أول إشي بيكون عندي statement comma بعدين عندي mini question و question mark هون بيكون عندي question أوكي و هون بيكون عندي statement statement اللي هو الجملة العادية وهون اللي هي هاي من نسميها tag question هلا بدأ فهمكم كيف بنعمل إيش tag question كيف بنعمل tag question يا رابع بنعمل tag question كالآتي أول شدك تعرف إذا كانت عندك statement هون positive يعني مثبته جملة متبته طيب يعني ما فيها not طيب الجهة الثانية ايش دي يكون فيها negative بدي يكون فيها نط يعني بننين فيها اوكي إذا كان عندي statement positive تمام و mini question ايش بيجي negative طيب طيب إذا كانت عندي statement negative فيها نفي طيب ما بيزبط يكون نفي نفي تمام negative negative positive 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 negative ما بيزبط يجو الشئين أو two parts the same تمام لازم يكون فيها negative and other part positive okay so okay negative إذا كانت عندي negative statement so mini question او tag question لازم يجي عندي positive okay جهة مثبتة جهة منفية جهة منفية جهة مثبتة okay رأتيكم هلا كم مثال عليهم شوفوا كيف snow is white الثلج أبيض كما اقول لك يلا اعمل tag question snow is white بالعادة ايش مننفي احنا بالجملية رابع مننفي ال verbs to be بشكل عام is am are helping verbs was where have will المودلز هدول الشغلات هم اللي ننفيهم صح snow is white هون ما عنا negative هاي positive معناته هاي ايش ده تكون يا رابع هاي الشقة هاي الشقة تكون negative 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 so بحكي snow is white بجيب is بحطها هون بتصير isn't مصدلها not او is not اذا بدكم طيب isn't السنو ايش منحكي عنه التلج جمال so we use it نحكي isn't it بحكي snow is white التلج ابيض isn't it يعني هل هو صحيح او متاكد انه مثلا بحكيلك اه شو رأيك do you agree فبدال ما اسألك سؤال مرتين خلاص انه انا بحكيلك رأييي وبستنى منك confirmation بستنى منك ايش التجريك أو من principio احطيكم مثل This Will Work pelo كيف ستصبح THE will هنا السؤال Want لماذا فقط بإسرائي well what i will Want Wanted طيب بدي احكي You Couldn't Help me You couldn't help me طيب couldn't هون يا رابع نفي طب هون ايش بعمل فيها برجع الى positive form برجع الى الشكل الاش المغير نفي فايش بتصير Could you You couldn't help me Could you This will work Wanted Snow is white Isn't it فهمتو تطلعوا على الجملة وين فيها helping verb وين فيها was وين فيها where وين فيها is وين فيها am وين فيها have has كل هاي الشغلات will تاخدوهم اذا كانت عنا مثبته بتخلوها بتحولوها ل منفية اذا كانت عنا منفية بتحولوها لمثبته بتطلع على subject عندك على الفاعل عندك ايش هو الفاعل اذا كان الفاعل جماد نستعمل له it اذا كان مثلا this و that اكيد عم نحكي عن work this will work هذا سوف يعمل فعم بحكي عن اشي يعني زي جماد غير عاطل فاهمة عن شو فبحط it okay you بحكي مع واحد بحب الرجحة بضلها you عم بحكي معك okay مثلا بحكي احمد مثلا احمد is beautiful بدين بحكي isn't he تمام فبنخلي الاشي زي ما هو ما بنحكي ازنت احمد بنحكي isn't he خلاص بنحكي عنه okay thank you يا رابع for listening and i hope you are going to understand everything اذا عندك اي سؤال بعتلي please and thank you